اشتركوا في القناة ونبيك ورسولك الشاهد المبشر النذير الداعي إليك بإذنك السراج المنير وعلى آله وصحبه ومن ولاهم بإحسان إلى يوم الدين حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله عدد جديد لقاء متجدد برنامجكم هل سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر هل سألوا برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقية معلمنا بإذن الله في هذه الأمسية المباركة صاحب الفضيلة شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد ويدر مشنان أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا وبه شيخنا محمد مرحبا بيك أهلا بالدكتور رحمد الله يحب بك يا مرحبا عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه القلب شيخنا محمد أهلا الأستاذ أحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم صلي وسلم وعلى كل الأنبياء والمرسلين وعلى الصحابة والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وتحية طيبة لكل المشاهدين والمشاهدات نقول للجميع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام وفعلا هذه المضغة التي حيرت الأطباء في تكوينها في وظائفها في انبناء الحياة عليها في كونها مضخة للدم في كونها سرا من أسرار الحياة الإنسانية وما يزال العلم يصبر أغوار هذه العضلة ويستكشفها وكلما استكشف شيئا علم أنه قاد غابت عنه أشياء كثيرة وإذا كان هذا القلب هذه العضلة أو هذه الصغيرة صغيرة يعني قد دوخت الأطباء في تكوينها المادي الذي يمكن أن تطلع عليه الأبصار ويمكن أن تصل إليه يعني أعين البحث والتجربة التي يعرف الأطباء وكيف يصلون إليها هذا جانب صغير من مجالات القلب فكيف بالجانب الآخر من القلب وهو الجانب الروحاني وهو الجانب العرفاني وهو الجانب النوراني الذي يبقى غامضا ويبقى يعني استكناه معالمه متعذرا على البشر كما يتعذر عليهم دائما معرفة الروح يسألونك عن الروح قل الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فالقلب هو محط الأنوار الربانية التي يتجل الله عز وجل بها على العباد نور من الله عز وجل يقضف في هذا القلب فبها فينعكس ذلك النور حياة ينعكس على البصر فعلى الأعين فطار النور وينعكس على الأذن فتسمى وينعكس على العقل فيدرك وينعكس على الجوارح فتتحرك سبحانه وينعكس على الوجود الإنساني فإذا به تنبعث فيه الحياة وتكثر فيه المناشط ويبقى الإنسان من اللحظات الأولى وقلبه يتدفق حياة بفعل ذلك النور الرباني الذي يقضفه الله عز وجل في قلب العبد ثم إن الناس مع هذا القلب أنواع هناك أناس يكتفون بأنوار تتجلى حياة وحركة ونشاط وتفكير واختراع وفهما وإدراك وسمع وبصرا وحركة وهذا يشترك فيه بن البشر جميعا بل حتى تشترك فيه حتى بعض الحيوانات أو الحيوانات في حركتها في بعض الأنشطة اللي هي أنشطة حيوانية غريزية يشترك فيها من يطلق عليهم اسم الأحياء ولكن من ثمة بشر آخرون ربما هذه الأنوار بقيت محدودة عندهم في حدود المشترك البشري ولم تصل إلى هذه الأنوار التي تتجلى معرفة بالله وتتجلى في العبد طاعة لله وتتجلى في السلوك الإنساني ابتعادا عن معصية الله وتتجلى أيضا محبة لله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو هذا نور الإيمان الذي يشع على القلب فيربطه بالله عز وجل بمقتدى هذا الرابط الإيماني هذا القلب هذا بقدر ما يسقل وبقدر ما يحرص الإنسان على على أن يحافظ على تلك الأنوار بقدر ما يتجلى بالخير على ذلك العبد هذا الإنسان الذي لا يعتني بسقل قلبه الذي لا يعتني بتصفية قلبه الذي لا يعتني بتزكية قلبه هو ذلك الإنسان الذي يحرم من تلك الأنوار ولهذا في هذا الحديث النبوي الشريف الذي رواه لنا أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على تزكية قلوبه هذا النعمان بن بشير رضي الله عنه وعرضاه يروي لنا هذا الحديث يختم لنا بالقلب قلنا ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هذا المنتهى ولكن بدلنا النبي صلى الله عليه وسلم قالنا إن الحلال بين من تبين الحلال والتزم به وجعله نبراسا في حياته يلتزم الحلال فيما يقول يلتزم الحلال فيما يفعل يلتزم الحلال فيما يكسب يكتسب الحلال فيما ينفق يكتسب الحلال وهو داخل بيته يحرص على الحلال وهو يتعامل مع الناس بل يحرص على الحلال حتى في الخواطر التي تخطر في باله يحاسب النفس على الأنفاس فهذا قد سلك مسلك الحلال ذلك المسلك الحلالي إذا صح التعبير هو الذي يسقل القلب هو الذي يسقل القلب ويزكيه ويجعله أكثر قربا من الله سبحانه وتعالى أو يسهم في سلامة القلب أن يكون القلب سليما إن الحلال بيّن هو بيّن وبيّن أيضا في أن الحلال له دور كبير جدا في سقل ذلك القلب وفي كسبه كل شيء كل شيء وإن الحرام بيّن يعني بيّن بيّن بذلك القلب بذلك النور الرباني الذي يبعثه الله عز وجل في القلب ثم يتجلى في العقل والإدراك فيدرك ما هو الحلال ويدرك ما هو الحرام يميّز يميّز الحلال عن الحرام فيجتهد في نشدان الحلال ويجتهد في الابتعاد واجتناب ذلك الحرام بقدر ما يتجنب الإنسان الحرام يتجنب تلك النكت التي تصبغ التي يصبغ بها القلب التي تعلق بالقلب ثم النكتة بعد النكتة والنكتة بعد النكتة حتى تغطي على القلب فيقام يسمى برّان كلا برّان على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذا الكسب الحرام هو الذي يجعل النكتة فوق النكتة فوق النكتة فإذا استسلم الإنسان لذلك الحرام فقد استسلم لتلك النكتة وحينئذ فإنه في الأخير سيستسلم لذلك الرّان الذي يجعل القلب أسود والقلب الأسود يعني قلب لا يحبه الله سبحانه وتعالى لا أمل فيه يعني أكاد يكون الأمر كذلك إلا بلطف من الله سبحانه وتعالى يمسح عنه ذلك الرّان الذي تعلق بقلبه وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في الحديث أن الإنسان إذا اكتسب السيئة نكت في قلبه فإذا تاب واستغفر وأناب إلى الله عز وجل محيت وإذا لم يفعل وزاد أسافة هذه النكتة حتى كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يفسر كلام الله عز وجل ليصل إلى دركة إلى دركة الرّان التي بها يخرج القلب من دائرة السلامة إلى دائرة اللاسلامة حتى نكون نعم إذن هذا القلب هو الذي يحرص الإنسان وعلى أن يجتهد في صقله صقله بالتزام الحلال باجتناب الحرام نعم بل وينبغي أن يجعل لذلك حصنا آخر حتى لا يقع أصلا في الحرام وهو المتشابهات وقد أشار إلى ذلك وقال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه إذن هناك مشتبهات تتجنبها فضلا أن تقع في المحرارات وفي المقابل ينبغي للإنسان أن يلتزم ذلك الحلال ولهذا قرينا ربما ذكرنا في هذا الفضاء أكثر من مرة فيما أذكر عن ذلك الرجل هو ابن جماعة تونس رحمه الله رجل فقه المربي الذي يربي القلوب الذي يربي القلوب قبل أن يربي الأذهان والأفكار طلب منه أن يكتب للناس كتابا في البيوع عفوا في التصوف والتزكية التزكية يعني تزكية القلوب فكتب لهم كتابا في البيوع في البيوع قال له كيف نطلب منك شيء قالوا من الحلال هو المدخل إلى إصلاح القلوب إذا أردتم أن تصلحوا أنفسكم فالتزموا بذلك الحلال سبحانه وسيدنا رسول الله بدأ قال إن الحلال بين وإن الحراب بين من أجل أن تصل إلى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هذا طبعا يحتاج إلى أعمال أخرى إلى وسائل أخرى من هذه الوسائل الذكر ألا بذكر الله تطمئن القلب فذكر الله عز وجل بمختلف أشكال الذكر التي بيّنها لنا الله وبيّنها لنا ومارسها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكر وسيلة عظيمة 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 من وسائل تنقية القلوب لأن يصل بها الإنسان إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى ومن الذكر قراءة القرآن الكريم ومن ذلك أن يقوم الإنسان في الأوقات التي التي يكرم الله عز وجل فيها نخبة من عباده من أجل أن يخلو بالله عز وجل وخصوصا في أوقات الصحر وقد قالوا بأن سهام الليل لا تخطي يعني هذه تصل إلى الله سبحانه وتعالى هذا المسلك الذي هو مسلك الحلال مسلك اجتناب الحرام مسلك الذكر مسلك تدبر القرآن مسلك مخالطة الصالحين مجالسة الصالحين مجالسة أهل القلوب الصافية سيشع من قلوبهم الصافية إلى قلب مجالسهم شعاع نوراني سيتأثر ذلك الصاحب بذلك المصحوب سبحانه ويلحق المجاز بالمجيز وما ذلك على الله بعزيز فتنطلق يعني مجالسة الصالحين ولهذا نقرأه في أداب المربين وفي كلمات المربين على أن على أنه بمجالسة الصالحين تتنزل الرحمات وبمجالسة الصالحين تصف النيات ومجالسة الصالحين تذكر بالله سبحانه وتعالى لماذا لذلك النور الذي يشع من قلوبهم إلى قلب من يجالسهم فيأخذون بيدهم القلبية يعني أخذ باليد ليس بالمعنى الحقيقة ولكن بالمعنى المجازي يأخذونه فيذهبون أو يسمون به إلى تلك المدارج التي يرتفعون إليها حينما تجتمع كل هذه الأشياء وغيرها مما ربما لا يتسع المجال لذكره يصل يصل الإنسان بفضل الله عز وجل إلى سلامة القلب إلى سلامة القلب وسلامة القلب هذه هي التي تنفع هي التي تنفع إلا اليوم لا ينفع مال ولا بن إلا منت الله بقلب سليم الله ولهذا مما يحكى عن الشيخ محمد الغزالي رحمه الله الذي تشرف بالجزائر وتشرفت به في سنوات كان فيها أستاذا وإماما ومدرسا ويطل على بيوتنا بدروسه الكثيرة أن أحد الشباب الذي كان يظن في حدود ما تعلم من معلومات يظن أن هذا الإسلام عبارة عن لحية تطلقها أو قميص تلبسه أو شعائر تقوم بها مع أهمية هذه الأشياء فيبدو أنه سأله مرة قالوا كيف تلقى الله وأنت بغير لحيته والشيخ لا ذلك يطلق شيء من لحيته وأحيانا لا يفعل ذلك فقال له الله أنا قرأت قول الله عز وجل يا بني وأنا أعمل على ذلك قالوا ألم تقرأ قول الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا منت الله بقلب سليم فلنحرص على مساق هذا الحديث الحلال والحرام والمتشابهات بكل ما يحيط بها من الملابسات من التفاصيل من أجل صناعة قلب سليم من أجل من أجل تجنب قلب يغلب عليه الران هذا هو الذي يقرب من الله عز وجل والقلب الذي وهب من الله عز وجل إياه هو الذي ينبغي أن نذهب به إلى الله وهو سليم يوم لا ينفع مال ولا بن إلا من أتى الله تذهب إلى الله بقلبك السليم والله عز وجل مطلع على ما فيه وسيكرم الإنسان بتلك السلامة التي صاحب القلب بها بارك الله فيكم صاحب الفضيل شيخنا أستاذنا البروفيسور الدكتور محمد يدير مشنان قال صلى الله عليه وسلم عن النعمان بن بشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يبعى حول الحمى يشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب سدق رسول الله بسلام الله شكرا لصاحب الفضيلة شيخنا أستاذنا الدكتور محمد دي المشنان على ما تفضل فيه في مقاماته معرفة القلب في هذا اللقاء المبارك من برنامجكم هل سأل عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر وعلى بركة الله نفتتح هذه الجلسة المباركة باتصالاتكم وتفاعلاتكم عفوا المفتتح بإذن الله أمين شكرا تيب بازا واختنا فاطمة الزهرة مرحبا بشراكم لبيت الله يبرك فيك مرحبا بيك اخت فاطمة الزهرة تفضلي الحمد لله سلم عليكم ببارك فيك الحمد لله أيوة الحمد عندي ثلاثة أفئلة مرحبا لول اخت فاطمة الزهرة عندي سؤال قيام الليل وثلث الأخير من الليل ما هو الفرق بينهم قيام الليل والثلث الأخير إن شاء الله يا ربي أيوة وسؤال ثاني الأم عد من زمن يقولها مديدي حاجة ولا مديدي ذلك حاجة بس كون يدخلوا في العقوق ولا لا لا يعني خلينا نقولها صراحة عندما توجهين أمرا للسيدة الوالدة أي واذا مديدي طريقة مديدي كاسمة ولا بس كون يدخلوا هذا في العقوق ولا لا هل هذا عقوق الله يعلمنا طاعة الوالدين آمين آمين إن شاء الله هاي وشأل ثاني في خصب الأم أيوة هي تقرأ القرآن وشنو تقرأ بالحرف الله يبارك الله يبارك هي ما طاعش تقرأ بالجملة تقرأ بالحرف بحسن تكمل الجملة الله يبارك الله يبارك أذكرها لا مليح ليها مش مليحة يسنو خذ زيدون تخصنونها خذتها ولا الله يبارك الله يبارك آيتسمعنا الوالدة الكريمة آمين جوميا الله يحفظها تحياتنا لك سيدة أم فاطمة الزهراء وإن شاء الله ما تنسيناش بالدعاء ربي يبارك فيك بحسن الله ويعطيكم الصحة على هذا حصة ويمما يتسلمانك دخلت علي يا ذوك قتلي سلمانة أحمد الله يبارك فيك سيدة أم فاطمة الزهراء الله يعلمنا إن شاء الله بارك الله وفيك سيدة أم فاتمة الزهرة واخت فاتمة الزهرة شكراً إخت فاتمة الزهرة بارك الله وفيك مرحبا بيك وسيدة أم فاتمة الزهرة سلام عليكم وربي خري سلام ورحمة الله شكراً لكم بنتي بازا إلى أم البواقي أخت نعيمة مرحبا السلام عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم لا بأس الله يحفظك تفضلي أنت السؤال أنا جوزك يروح الجامل يصليك في الصبح لا يحكش عن الجامل يصلي لقام قامه يصلي معه الصبح ومعك وإحنا نبار يصلي الفجر أيوه يصلي الفجر بعد عودته للدار هاك يروح الجامل يلقى مقامه صحيح أيوه وهو بعدها يروح للخدمة ولا أيوه أيوه طيب شيخنا إن شاء الله يوضح لنا ها يروح ويرح الله يتقبل منه ومنا إن شاء الله ونحب نعرف في طريب تيموم وقت كيف نقوم بالتيموم اليدين أولين أم الوجه يا ربي بيفتح علينا وعليكم إن شاء الله الله يبارك فيك هذا واجبنا سيدنا عمر بيبقي على الكستر شكرا سلام ورحمة الله مرحبا بيك مرحبا بيك العاصمة اخترو فيدة مرحبا بيك السلام عليكم اخترو فيدة سلامت ربي أحفظك أنا رفايدة من العاصمة مرحبا بيك اخترو فيدة نسمعوك عندي يمة الوالدة جداتي أيوه ربي أرحمها توفت في عام 2016 الله يرحمها وفي هادك العام ما صامتش غفظان أيوه حبيتنا عرف كيفاش نقضي ولا نطعم مسكين ولا هي كانت مريضة بيك بزيف مريضة مريضة مع شب سنوها وهي مريضة الله يرحمها الله يرحمها العام الاخر كان انت مريضة بزيف بزيف ماد فزغد ماد، نوكلوها، نشربوها، كانت فريش أيوه الله يرحمها برحمة الله يرحمها معمتي وطلبوها بلرحمة ياربي يا بيية ربي ان شاء الله ياربي العام موينتي والأخفر tenорош اخفر الها وسامع لها ياربي عام نوينتي يا رب يا رب يا رب عندك سؤال ثاني ما عندي حتى سؤال هذا حبيت نعرف كيفاش نقضي الهال لا يشعر نتاع الله يرحمه برحمته عام واحد برك اللي ما صامتش العام لي توفيت فيه الله يرحمه برحمته يرحم جميع الموت ربي يحفظكم يصدركم ويضمنكم يا ربي شكرا مختنا رفيدة والعاصمة العين سامحوا لي لما انتبه لاني كنت مركز ايوه ناسم سيلة سلعيد مساء الخير اخوة مساء نور سلعيد مرحبا بيكون جيك يا حمال نقدم واحد السؤال اذا كان اكتب ان شاء الله وعرفك باش نقدمك السؤال وما تعطو برد مرحبا سلعيد فضل البنية من اللي خلقته كل حقا حقه الدنيا يعني كل واحد عنده حق بل لي يخدمها لي يخلص فيها لكل ذي حق حقه بارك الله وفيك فلا بما انسان فاليحو لي من اقراش وياها كيف منعود منعش ولا حاجة بسر لا لارك رائع كمل بك شوف ايوه جات واحدة في العشرية السوداء ايوه العشرية السوداء حملنا السلاح في الثلاثة وتسعين ضد الارهاب الارهاب قطعنا وذبحنا وسلخنا وكان يلوح لولاد في النقلية يقلهم من الثلاثة وتسعين واحنا ضد الارهاب حتى الالفين وثنين في الاقتلاح قتل الالفين وثنين ظهرت ناس اخرى اعطاهم سلاح من من القطعة العسكرية وعطاهم سلاح مش عارف مين صبحوا يو خرصوا صبحوا يديوا حقوقهم تعلم بلاد ارهاب وحقوقهم اي شخص في البلاد هذا طلب حقوقهم احنا يا تلاح قتل الالفين وثنين نتلي هزو في الفين وثنين زي طلع النهار خلاص هزو في الفين وثنين خلصوا احنا همشونا خلاص وما ناشي نسانه خلاص ولا ندرنا منظمة وطنية التفاع عن حقوق المقاومين لكن لم يظهرنا اي خبر طيب عمي العيد نعم هذا هو الانشغال هذا هو الانشغال باركك الله يبارك فيك واضح بارك الله فيك ان شاء الله الشيخنا يعطي توجيه الفقهي هو معروف انه هذا ملف عند الوزارة المعنية بهذا الملف ان شاء الله ربي سبحانه يقيد ليكم انه دايما شعار لكل ذي حق حقه الحق هو الله والحق فوق كل احد ربي ان شاء الله يعطي لي كل ذي حق حقه ويعطيك شيخنا توجيه في هذه المسألة الله وربي علمنا جميعا شكرا عمي العيد من المسيلة والمسيلة من المسيلة الى خيرة من اين نسل جلفة مرحبا اختنا خيرة اختنا خيرة مرحبا خيرة معين لله مرحبا السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله خير وبركة ربي بارك فيكم واني كنتنا خير عندي ثلاثة ازهيلة اللول اللول كليت رمضان كيما كنت صغيرة ايوة وكنت ما نعرفش وما كناش نعرف وما عناش ونبط ما عناش كلش ايوة وضوك رأيدي عمرين تبعه وخمتين سنة ايوة تبعه وخمتين سنة وبغيت نصومو ويعرفش اختن خرج عليه وقدرها تصومي بغيت نصومو قادرا نصوم قادرا نصوم وبغيت نصومو منشا عبرش تنخرج عليه واضح والسوعى الثاني ايوة السوعى الثاني السوعى الثاني نسمع خيرا نسمع ربي بارك فيك تفضلي رح تبت عن دغتي رح تزور تغتي زور تغتي ايوة ودن نخلص والحي ايو ونقول لك انها اشتادات وليس مدتش وقال اربي وقال انا ما تقال انا ما نشرح لها وهي مرهة تجي وش حال هذا عنكم عام عام لواحد العامين ما نشرح لها وهي مرهة تجي ومالسعاد الثالث المرهة تكون هاملة الملمرقي تتخصل به وتتشرفه لما تخطي ما تشربه ايوه تشرب المل الملقي تتخصل به وتتشربه لما تخطيش به ما تخطي ما تشربه واضح ان شاء الله عادي هي وربي يحبتكم ان شاء الله وربي يديرينا هذا المرس يا ربي اختنا خيرا وربي يرجع لكل واحد بقعيني نفهمكم بقعيني نفهمكم ان شاء الله اختي خيرا هذا واجبنا وشيخنا ان شاء الله ان شاء الله ولي قوله وليه كمالية تدفو ربي يحفظو 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 ان شاء الله ان شاء الله يا ربي كي نسحك شيخ تعودوا تقول له لبعضاكم ماكا؟ ايا صاحي ايا صاحي اختي خيرا شكرا لك بارك الله فيك هل سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر برنامجكم اليومي وجيبوا عن اسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية بارك الله فيكم وفي ثقتكم ووفق الله شيخنا الافاضل يعلموننا مما تطرحون من اسئلة وعلى بركة الله المفتتح هذه الامسية تيب بازا ومنها اختنا فاطمة الزهراء شيخنا اختنا فاطمة الزهراء تسأل على قيام الليل والثلث الاخير هل ما يعني الفرق والله العلاقة بين قيام الليل والثلث الاخير نعم شكرا لستاذ احمد هم كائن تداخل بيناتهم ايوا فثلث الاخير من الليل هو داخل في الليل ايوا يعني وشن هو الليل الليل يبدأ من غروب الشمس الى طلوع الفجر ايوا اه فكيما الان ليمات رايي الليل لا يطويل الله يبارك اكتر من 12 ساعة الله كلها كي نقول له الثلث الاخير من الليل هو الثلث ساعات الاخيرة اللي قبل الستة على حسب التوقيت هذا كو بما انا اخر الليل هدوك الساعات الاخيرة اللي قبل الفجر حياني يكون ساعة حيكون ساعتين حيكون حتى تلت شوية هو الثلث الاخير من الليل اما الليل فيبدأ من الغروب بل مثل الانسان لو كان صلى العيشة العيشة وصلى الشفع والويتر هذا الشفع والويتر وهو قيم الليل ايه صلى العيشة قعد شوية زاد صلى الشفع والويتر وزاد شوية ركعات هذا كي يعتبر قيم الليل او قاعد مع وليداتك كذا كي راح وبشير رقد الناس واقع الكسنة قبل ما نرقد نصلي 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 كشراك عزوج ربعة ستة هكذا فهذا كي يعتبر قيم الليل ولكن ولا ماذا في ثلث الليل الاول الاول اذا كان لانسان رقد وقبل الفجر قبل ما يدن الفجر الادان الثاني اللي فيه الصلاة خير من النوم دار المنبه التاعو وناد وناد مثلا وحدك ناد على الخمسة عصب وحدك كما وصلى ما شاء الله ان يصلي رهو صلى في الثلث الاخير من الليل وثلث الاخير من الليل هو وقت مبارك وربع عزوج ينزل برحمته الى السماء الدنيا ويقول لعباده هل من مستغفر فاغفر له هل من داع فاستجيب له هل من سائل فأعطيه يعني يتجل الله عزوجل بالرحمة بالمغفرة بالرزق بالخير على من يكرمهم الله عزوجل بالاستيقاظ في ذلك الوقت ومشي شرط انسان ينود ساعة ولا ساعتين قبل الوقت انسان كان ينود عشر دقائق يكفي الله ربع ساعة تكفي ويشم نسمات الصحر ويكون من ضيوف الله عزوجل في ذلك الوقت الله يبارك فيك ومن أحب العباد إلى الله من يوقضهم في تلك اللحظات شرف شرف كبير جدا أن تكون ضيفا لله عزوجل في هذا الوقت ربي يحفظك شيخنا وقلنا فاطمة زهرة تقول وشنو المدى اللي فيه الأمر للوالدين يكون في منزلة العقوق قال هاتي لي ما هاتي لي كاس وما ديري هذه الحاجة هل هذا عقوق شيخنا نعم إن شاء الله موش عقوق بل هذا دلال يعني عن الملدي فإذا كانت الوالدة ما عليش تقول أعطيني حاجة تعطيه لك يا حياتها كامل تعطيه لك ودوك الزيت كامل تعطيه لك هكذا وبعض الناس لا يفعل ذلك لأنه يحب الحاجة من عند إماه ويقدر ينوده ويقدر ولكن يحب حاجة جه ريحة إماه يحب شربة إماه يحب القهوة إماه يحب العجين إماه يعني كل حاجة تجي من عندي إماه فهو فليس إن إذا كان درها بهذا النية الطيبة بالنية العادية التلقية لا بس ولكن لو كان الواحد لا يبدأ يتكبر على إماه معنا شخص أنت يجي بل أنت يكذا فتولي بالنية فهذا الفعل إذا كان مع النية الصالحة أو بشكل التلقية هذا ليس عقوقا هاي عن تواصل بلغة الإعلام التي تعرفها أنت جيدا إذا كان فيه نية أخرى فلا سين ما يتكبرش على والده سين ما يستعليش على والده ولأن إحنا نقول يا ربي يعطينا ولكن لما نطلب من الله إحنا ما نقول له أمر إحنا نقوله دعاء لهو الطلب من الأدنى إلى الأعلى فهو الدعاء فكذلك لما يقول لهم حاجة يعتبرها في مثابة الدعاء يعتبر دائما نفسه أدنى ويشوف يمه أعلى يعني طبعا العلو المطلق لله طبعا لله المثال الأعلى ولكن إنسان دائما مع والديه شوف رحه صغير يعود يسترجع لهذه الضعف تعطفولة تعال لما يطلبها يطلبها فعلا وهو ضعيف لأنه ما يقدرش فهمه تعطيله فيعتبر نفسه ورى مكبره أو طول من إماه لا أطول من إماها وربما ولكن دائما أنا يا أنا إما هذه دائما أنا محتاجها وأنا دائما ما نستغناش عليها فيعتبر نفسه في مقام الضعيف الذي يطلب من القوي ولهذا شوف ربي سبحانه قالنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض ويش معنى واخفض بمعنى جعل نفسك دائما أخفض أخفض بمعنى أقل من والدك فأعتبر إنسان يعتبر ذلك يعطيني يعتبرها حاجة أنا معنى دائما ما زلت محتاجا إلى أمي ما زلت محتاجا إلى خبز أمي ما زلت محتاجا إلى كلمة أمي ما زلت محتاجا إلى أكلة أمي ما زلت محتاجا إلى أمي التي تفرك شعري ما زلت يعني إلى أمي التي تغطيني يعني إنسان يخليه دائما نروحه في مقام الصغير أمام هذا الإنسان الكبير اللي هي الأم بارك الله فيك شيخنا محمد يدير هذه الأم اللي راي تتحدث علينا أختها أختنا فاطمة الزهرة سيدة أم فاطمة الزهرة تقرأ القرآن هي الشيخ بالحرف باش تكمل هذيك الصورة وتقول هل هذا العمل مليحة كيف هل لازم نزيد ندير جهود باش تنصح سيدة أم فاطمة الزهرة نقول لها تدعينا إما هذه تدعينا هذا ما كان أسأل الله هذه التي تتعاهد القرآن بهذا الشكل وتجاهد في قراءة القرآن بهذا الشكل وأكيد هي لا تفعل هذا إلا لأنها تحب القرآن بهذا الشكل الله وسيدنا رسول الله بشر يعني أصحاب هذه القلوب الله التي امتلأت بحب القرآن حتى تركامل هذا المشقة في النطق بكلمة من كلمات القرآن قال الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق وهو يتعتع فيه يقرأه القرآن يتعتع فيه وهو عليه شاق قال له أجره مرتين يعني كأن القارئ هذا الذي يقرأ عنده أجر بشكل عادي هذه عندها أجرها مرتين أجر القراءة وأجر المشقة ثم هذان الأجران بحساب الظاهر ولكن ربي عز وجل بعد ذلك حالح يضاعف والله يضاعف لمن يشاء يصير الأجر أجريني والأجراني أجورا والأجور تتضاعف ثم تلقى نفسها غدا يوم القيامة أماك كلمة الحمد اللي قالتها قبل ما تقول الحمد لله تجد نفسها أمام فتوحات ربانية كلها بكلمة الحمد التي قرأتها الحقيقة يعني نكبر فيه هذا الشيء وحريصي على أمك حرصي دي منها البراكة إن شاء الله هكذا الله يبارك فيك شيخ ما رب يحفظك إن شاء الله نعلم أختنا نعيمة من أم البواق يزوجها يصلي في الجامعة الفجر كي عاودي ولي يكون وفاتوه يعني صلىوا الفريضة صلي معهم وكي يرجع يصلي السنة اللي هي رغيبة الفجر ويروح للخدم والله ولكن هذا إذا كان إنسان مشى اليوم وفاتوه ونفرضه ويستدرك يعرف مثلا كي نخرج على الخمسة غير ربع وللستة غير ربع يفتون أنا نزيد أن نخرج خمس دقائق قبل الوقت هكذا فمدام يعلم الوقت كذا فيروح قبل شو يحتى ما يفوته وشوف في الفجر أو أنه يقدر يصلي الفجر في الدار مدام يعرف بللي يفوته قبل ما يخرج من الدار يصلي الفجر ركعتين ركعتين رغيبة ثم يروح إلى المسجد ويلقاهم حتى إذا يلقاهم يصليهم فالفارضة خلاصة وأدى الفجر في وقته ولكن إذا كان في يوم الأيام فاتوا هذا الشيء فالفجر لا يصليه حينئذ إلا بعد ما يطلع الشمس صحيح ماشي يقول لي ما زل ما طلعت الشمس يروح يصلي الفجر لا لأنه مكاش بعد صلاة الصبح السنة نافلة مكاش لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس هكذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا إذا كان الحقت وصليت الفجر ركعتين قبل ما تصلي الجماعة الله يبارك إذا كانت صليت الفجر في دارك ورحت الجامعة ولحقت معهم الفريضة الله يبارك إذا كان رحت وقيتهم يصلي ولا ما تصليش الفجر إذا قامت الجماعة مكاش لا صلاة إذا قامت الفريضة إلا المكتوبة هكذا تصلي تسلم كي تولي لدارك ولا تروح لخدمتك ولا وين تروح تنتظر حتى تطلع الشمس حوالي من عشرين دقيقة إلى نصف ساعة باش تعود تصلي هذه كل الفجر ولكن حرس ما دام تعرف فات كل يوم وفاته كل بارح وفاته كل البارح غضوة من فوتوكش إن شاء الله الله يبارك فيك شيخنا ربي يعلمنا إن شاء الله كيف نقوم بالتيمم نبدأ باليدين أم الوجه تسأل أختنا نعم ربي قنف يمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أيها ولهذا الإنسان في التيمم هناك صيغتان طريقتان طريقة هو أن إنسان يمس هذا التراب للحشر بيديه ثم يمسحوا وجهه هكذا ثم يزيد ويمسحوا يديه إلى الكوعين هناك طريقة أخرى أنه يدير هكذا يمسحوا يديه إلى الكوعين هكذا ثم يدير الأخر ويمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ولكن الوجه هو الذي يكون قبلنا الله يبرك فيك الدعاء بالذرية الصالحة لها وكل طالب لهذا الخير إن شاء الله ويجعلها إن شاء الله قرة عين في الدنيا وإن شاء الله صلاحا وخيرا وبركة وشفاعة إن شاء الله يوم القيام إن شاء الله الله يبرك فيك شيخنا سيدة رفيدة جدتها المرحومة عام 2016 لم تصم ذك العام 2016 لأنها كانت مريضة جدا هي مبتلات 12 سنة قبل وفاتها لكن العام الأخير لم تستطع تقول وهي تحبها فقد وصفتها مميبتي ويبدو أنه علاقة قوية بيناتهم تقول هل يمكن أني نصوم عليها وكيف يمكن أن نقضي رمضان تقول لم تصوم رمضان كيف تقضي رمضان تتصدق الله وش دير الحقيقة هذه سقط عليها رمضان أيها سقط عليها لأنه كانت مريضة وتوفيت وهي كذلك ما عندها ولهذا فرمضان سقط عليها وكل شيء سقط عليها خلاص ولكن إذا كان هم يحبوا أما القضاء فلا يقضعنا لا يصوم أحد عن أحد ولكن يحد أحبه يفدي من باب الصدقة يطعام مسكين عن كل يوم قال ما صامش ثلاثين يوم تطعم ثلاثين مسكين كل واحد تعطي له أربعين دينار خمسين دينار مية دينار واش قدرت الحساب بلا كذا فلا باس إن شاء الله وتعالى الله يبارك هذه أعتبر من باب الصدقة ومعليش تنوي بها الفدية ويصلها إن شاء الله أجروا ذلك إن شاء الله الله يبارك شكرا جزيلا شيخنا أخونا العيد من مسيلة عرض موضوعك لكل ذي حق من حقه كما قال ويتعرض بالدفاع للوطن في فترة العشرية السوداء مسألة الحقوق والواجبات مع التأكيد أخويا العيد أنت تعرف أن هذا الملف عنده لهيئة الوزارية المكلفة به ولكن خلي لا بأس من النصيحة شيخنا محمد دير ينصحنا جميعا في هذه المسألة تفضل أولا هناك حق لا شك أنه قد أخذه أخذه يعني بركي يكون صحح نية تعوه ويدديه بربه إن شاء الله الحق التعوه عند مولانا سبحانه وهو أنه قام من أجل أن يدافع عن هذا الوطن من أجل أن يدافع عن أمنه من أجل أن يدافع عن أبناء وطنه عن جيرانه عن أهله وناس تقريبا سبلوا روحهم تقريبا من أجل الناس يعني يعني ربي عز وجل محش يضيعك ذلك لأن الله لا يضيع عجر ما نحسن عملا فتأكد يا سيب علام العيد العيد سيب العيد عفوا أن الله سبحانه وتعالى يعني عندك حقك غير منقوص ولا تعلم أبدا ماذا ينتظرك عند الله سبحانه وتعالى إذن هناك حق مأخوذ الحق الآخر ليهو الحق الإداري الحق المادي الحق كذا كما أن غيرك سعى وجب حقه فأنت أيضا وسعى وجب حقك والإدارة هذه تتعامل مع الوثاق تتعامل مع الأدلة فمدام الإدارة أعطات الناس يعني الإدارة ما عندهش مانع من أن تعطي الحقوق للآخرين لعل الناس عرفوا كيف يثبتون أنهم قاموا بشيء يستحقون من أجله شيئا أثبتوا ذلك ويبدو لأنك رأكم شيء في الطريق لأخوذ مدام درتوا الجمعية معنا رأكم منظمين ورأكم كذا فأكيد أنه ستستكملون الأمور الإجرائية لأن الإدارة هذه يقول لك تكتبو ولا تتكلم صحيح وحتى سيدنا رسول الله قال إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من صاحبين ما لابد الإدارة تعطي لها الأدلة التي التي تعطيك بها الحق أنتم اجتهدوا وفروا هذه الأدلة وكما قلت أنت ما ضاع حق وراءه طالب وإن شاء الله سيأخذ كل ذي حق حقه بإذن الله تعالى نعم شكرا شيخنا إجابة على أخونا العيد من المسيلة أختنا خيرة من الجلفة تقول كانت صغيرة وكلت رمضان وما كان فيها قالت ما عندناش البوست ما كانش الإذاعة وهذا اعتراف من أختنا خيرة أن وسائل الإعلام في الجزائر أصبحت تنشر الوعي من الإذاعة إلى التلفزيون وهذا شرف لكل إعلامي يقوم بذلك تقول هي الآن عندها 57 سنة هل أصوم هذك النهار اللي ما كنت نعرف ولا نخرج عليه هي تصوم وتخرج عليه أيها نعم ولكن إن شاء الله ما عليهاش الكفارة لأنه هي ما لم تفطر عمتا ولكن لأنه مسكين المعلومة ما لحقتهاش توجيه ما لحقش ربما في إطار الأسرة صغيرة ما نبهوهاش أو ما تنبهوش باش ينبهوها هذا أعذار كثيرة وقبول الأعذار هي شيمة الكرام والله عز وجل هو أكرم الأكرمين فهو يقبل مع ذيرتها عباده هكذا إذن فالكفارة ما ليهاش ولكن تقضي أي تقول أنا قادرا نصوم تصوم ثم لأنها تأخرت في القضاء تأخرت تأخرت في القضاء فتطعم مسكينا عن اليوم الذي تصومه كي تصوم نهار تطعم مسكين عندها عشر أيام تطعم عشر مساكين عندها شهر تطعم ثلاثين مسكين وماشي شرط كل نهار كل ما تصوم تقدر تطعمهم على ضربة تقدر تطعمهم بالعشرة تقدر تطعمهم بالخمسة كما تشع وش حال إطعام يقدر إطعام واحد تطعمه وتوكله وتشربه ويقدر إنسان مبلغ مالي ربعين خمسين دينار تعطيه لذلك الفقير وربي عز وجل يتقبل إن شاء الله يا ربي مننا ومنكم صالح الأعمال أختنا خيرة تقول زرت أختي يوما ما هذه عامين تقول هي أن أختها أخذت شوية مصوالح من أشياء فهما متقاطعين إلى هذه اللحظة نعم بما تنصحوا يبدو أنها ستأخذ بنصيحة كما ما كانت إن شاء الله إن شاء الله ربي يصلحنا جميعا إن شاء الله يا ربي هو أولا بدأت لي ما بدأت ليش هذا يحتاج إلى التوسق مثل أني يكون يتأكد من الحاجة ما يحكمش على الناس لأنه أخذتي حاجة ربعا منسيتها ضاعت لك منها ادخلت لدار أختك فيعني يبدو لي أنه التوسق هذا مهم جدا يعني التأكد هذا مهم جدا ثم لعله أنه هي ما أخذت لك حتى شيء ومن ثم أنت ظلمتها وبعدين ظلمت نفسك وظلمت العلاقة اللي بيناتكم وقعته في هذا المشكل اللي ركي تعاني منه إلى الآن وأكيد أنه الآن كان حاجة في قلبك علاش مانش متواصلة مع أختي قطعة تراحيم وهي مسكينة تقول له مثل هذا الكلام وأنت هي مسكينة تقول له هذا الكلام ثم كان من المساكين ونحن نرى أنا كان من المساكين نعم هذا وحده ثم نفرض أنه تأكدتي هذا نقوله باش يعني إذا كان ما كاش خبر هذا ما هو صحيح خلاص ولكن نفرضه أنك تأكدتي وصح واختك دات لك صوالحك واعترفت وقعت لك أنا اللي اديتهم نفرضه يعني هذي أسوأ الحالات ولا لا سلم صحيح هذي أسوأ الحالات وبعدي أختك دات لك صالحة وبعدي خليها تديها هاي أختك حتاجت هذه الصالحة عطها بريب اللي أختك كانت محتاجة لها ذاك الشي قالت والله هنا المفروض أنني نفيق أختي محتاجة لها ذاك الشي وما بديتولاش كيفاش أنا خليت روحي حتى تمديدها أعطي لها سمحي لها وما تسمحيش الأختكتي إذا ما سمحتش أختك كيفاش تسمحي لغيرك لغير أختك يعني سمحي لها هذا إذا ثبتنا تأكد ذلك سمحي لها يا أختي الكريمة سمحي لها وقل لها يا أختي إذا كان ما زل محتاجة أنا نزيد لك ولكن خليني برخ أختك وخليك أختي لأنه هذيك الصرحة اللي أدتها لك كثيرة أو قليلة هل تساوي أختا أبدا نكلم عندك شختك وتجي بألاف تعاديك الصوالح تقدري تكون عندك أختك أبدا فأنتي أشري أختك بهذيك الصرحة قال أنا أدتها نسمح لأختي ونزيد لها برك تبقى أختي مما يروع عن الإمام النووي رحمه الله هذا العالم المبارك عظيم ما تصغير ولكن خلا 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 أثار عظيمة مما يروع عنه أنه كان يمشي في الطريق ولا في السوق وكان عنده إمامة هو عالم عنده إمامة يلبسها فيبدو واحد اللس شاف لإمامة تعو إمامة عالم ربما عندها قيمة شوية فسرقها له وهارب هذا السارق يهرب طبعا السارق وش يدير اللس فالإمام النووي رحمه الله يتبع فيه السارق يمشي الإمام النووي يجري مولاها عجيب يعني هذا فوش للإمام النووي على ش يتبع فيه ما وش من أجل أن يسترجع العمامة من أجل أن يبرئ ذمة السارق ما حابش ذلك السارق يدي جرير تسارق فيجري مولا يقول وهبتها لك قل قبلت يعلمه كيف يعني يقول قبلت يقول خطر إذا كان وهبها له لما منه في قلبه ولكن مخرد بإثم السارقة هل جريرة السارقة تبقى فهو يحرص على أنه يتلقها بصفة الهيبة وليس بصفة السارقة الله شفقة على ذلك السارق الأجنابي البعيد لم يعرفوش لم يعرفوش وبرك مزجقات لقى معاه كذا طيب نفرضه يا سيدي هذه أختك سرقت لك هذا الشيء نحن في أسوأ الحالات اللي فعلا قولي لأختك وهبتك إيا إيا هذه الصوالة وهبتها لك يقولي قبلت الله حتى تسلك أختك وتسلك روحك وتسلك هذه العلاق والله يا أختي الكريمة نشوف هذه الدنيا كلها التي نتنافس عليها ونتحاقد عليها ونتصارع من أجلها وتفسد هذا الجمال الذي بيننا والله كل هذه الدنيا لا تساوي ابتسامة في وجه أختك ولا تساوي حضنا تحتضني أختك ومتساويش أبدا زيارة تزورك أختك ومتساويش أبدا زيارة تزور أختك ومتساويش أبدا لما ولادك إن شاء الله إذا عندك ولدات ولاد أختك إذا عندهم إذا عنده ولدات لما يتلاقاوا ويفرح يقول له لا دخلتي ولا دخلتي وفرحانين بعضهم فكبري كبري كبري الأفق تاك وخليك من هذوك الصوالح وحرصي على المصلحة الحقيقية لهذاك الرحيم اللي بينك وبين الأخت تاك إن شاء الله نعم رب يعلي مقامك شيخنا وشكرا على هذه الكلمات تسأل أختنا خيرة في الأخير المرأة الحاملة تغسل من المال المرقي وتشرب والله لا معلش تشرب من المال المرقي عادي إذا كانت تمسح به تمسح الآن المال المرقي القرآن كده توضى بمال لا يعني تحاول تفادى هذه الأشياء ولكن أنها تشرب منه وأنها تمسح به كده فهذا بس إن شاء الله وتعالى وربي عز وجل يتقبل إن شاء الله لأن المال المرقي هو دعاء هو دعاء وقرآن في ماء وربي يتقبل منها إن شاء الله منا ومنكم صالح الأعمال شيخنا نستثمر الشيخنا في الأربع دقائق المتبقية وسامح لي أحيانا أنها كانت طلب منك أمور إنه القلب تحدثنا بعمق فيما تعلق بالموضوع الافتتاحي خلينا نعمم الفهم وندير هكذا مداخلة صغيرة باللغة الأمازيغية تعميما للفائدة ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب في تل دقائق شخنا شكرا سيد يحمد بارك الله فيك فعلا أن ربيع الزواج الله يخلق الدولية ويجعله تد ربيع الزواج الله نتيد الأمير نتيد السلطان ويجعله تد ربيع الزواج الجوارحة يفسن ألن يمزغن إطارن كل الحاجة يدخلق ربيع الزواج الله أما كان الجنود كان ولكن السلطان يدد تاكن الأوامر يدد تاكن كذا الرأي ذو لي وليا ربيع الزواج الله يكتكد يفكد يون النور يكتشم دغول النور يزمر ذي ذي الحركة يزمر الريضة البصر يزمر دي عبدها الريضة يزمر يحرك هي ذي النور ولكن ي لم نور ناطنين يعدق الأنوار هي نور باش العبدها يستين ربيع باش يحب ربيع باش يطوع ربيع مكان يطع ربيع الزواج الله أ STEPHANICHDM أين إقي بغاع ربيع إني يدي جعل ربيع الزواج ذي الحلال أ 이렇게 خدم أين يدي جعل ربيع زوجه ذي الحرم ومثيخ الدمالة سيد الطاع ولهذا مشبه نبي صلى الله عليه وسلم بالحديث يغدروا سيدنا النعمان بن باشير رضي الله عنه كنت زوارت أولي الأستاذ أحمد يزوارت كتزوار الحديث إن الحلال بيّن الحلال يبان وإن الحرام بيّن الحرام يبان كنت قارض بل يغم أمشيش السن الحلال للحرام أمشيش كخامة كيف كايز دا حد ثاقط ديطاني وكسوم أتيج زات مدن ورقلالة بس حلو كان تخطف أتيج صافتا ذير ول العبد مالا ويستحرس في الحلال أثاني توني عوليس العبد وينيقستحرسا في الحلال أثاني توني عوليس العبد مالا يشم كبريض الحرام أثاني استواغا يوليس العبد مالا يشم شبهات أثاني إزمارا ذي أذي استواغا وليس العبد مالا يحرس في الحلال يحرس يتسجل الحرام أثاني يصفن وليس يزكان وليس وليس هذي يقول الصافي ذي السليم ويما ذي وتغربية عز وجل أرضي وتصريضا ذا المغفرة إن شاء الله هذي يفكو لهوني زديقين باش أنه وتغربية عز وجل زديقين إن شاء الله إن شاء الله شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد يدينمشنان شكرا جزيلا لك على ما بسطت بين أيدينا في هذه الحلقة حصة مباركة من برنامجكم هل لا سألوا الشكر موصول لكم أيها الأفاضل على الوفاة أنقل لكم تحيات الفريق التقن العام لللحظة بقيادة جميع من يقومون بهذه العملية في هذه اللحظة سيدة قادة شكرا لكم جميعا والسلام عليكم موسيقى اشتركوا في القناة